نقف على آخر التطورات والمستجدات الأمريكية ينضم لي مرسل الحرة هذا هو هشام برار من البيت الأبيض ومن نيويورك توني نداف ومن البنتاجون وفاء جباعي هشام أبدأ معك ما هي القصة الأكثر أهمية بالنسبة للبيت الأبيض اليوم وطبعا لم تكن في البيت الأبيض تصريحات جيرون باول رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي طبعا هو البنك المركزي في الولايات المتحدة عينما يتحدث باول هذه الأيام الجميع يستمع ليس هنا في الولايات المتحدة بل أيضا في الخارج كلمة كانت وجهت الحالة من الترقب لا سيما أن الجميع يريد معرفة إن كان باول سيستمر في نهجه الصارم في التعامل مع التضخم برفع سعر الفائدة اليوم لم يقم برفع سعر الفائدة لكنه ترك الباب مفتوحا وقال إن إضافات وزيادات إضافية في سعر الفائدة لا تزال مطروح على الطاولة لأنه غير راضي بنسبة التضخم حاليا في الولايات المتحدة 4.2 وهدفه الرئيسي الآن هو 2% ويريد أن يبلغ هذا الهدف رغم اعترق فيه وإقراره بأن هناك صعوبات تواجه هذه الخطوة في الداخل وأيضا التقلبات الاقتصادية التي لا يزال يعيشها العالم لكن جيرون باولا اليوم يحاول طمأنة أيضا الأسواق المالية بينه سيتخذ هذه الخطوات بحذر وبتقييم وأخذ بعين الاعتبار بيانات اقتصادية ومؤشرات اقتصادية شاملة لأن فعل أكثر ما هو لازم وهو ما ضروري يضر بالاقتصاد كما أقر بذلك وسوق العمالة وفعل أقل مما ينبغي أيضا سيجعل فكرة التضخم ومستويات الضخم المرتفعة حاليا في الولايات المتحدة أمرا راسخا وجزءا من المعتاد واعتيادي في الاقتصاد الأمريكي لذلك حاول أن يضع سقفا وهدفا محدد هو 2% بعكس توقعات الخبراء بـ 3% كرقم ونسبة مقبولة للتضخم في الولايات المتحدة إذن وفاء موعد تدريب الولايات المتحدة للطيارين الأوكرانيين على قيادة 16 سيكون في أكتوبر لمقبلة ليس كذلك؟ نعم بالفعل جرير الولايات المتحدة أعلنت عن موعد بدء هذه التدريبات للطيارين الأوكرانيين وذلك بعد أن كان البنتاجون أعلن الأسبوع الماضي بأنه مستعد لتدريب الطيارين الأوكرانيين إذا بلغت قدرة الحلفاء الأوروبيين طاقة القصوى على عمليات التدريب ولكن عاد البنتاجون وأعلن بالأمس أن الموعد حدد بالفعل وذلك استباقا واختصارا وكسبا للوقت لأن عمليات التدريب ستستغرق شهور البنتاجون لم يحدد جدول الزمني للفترة التي ستستغرقها عمليات التدريب هناك عاقق أساسي هو اللغة سيبدأ الطيارون الأوكرانيون بالتدرب على اللغة الإنكليزية في سبتمبر في قاعدة في تكساس قبل الانتقال في أكتوبر إلى قاعدة أخرى جوية طبعا في أريزونا حيث ستبدأ عمليات التدريب على التحليق وكل ما يتعلق بالتكتيكات من المناورة وغيرها أيضا بات رايدر المتحدث باسم البنتاجون قال إن ما سيحدد الفترة التي ستستغرقها عمليات التدريب هي مستوى مهارة الطيارين الأوكرانيين وقال إن الفترة عادة بالنسبة لطيار مبتدئ للتدرب على مقاتلات F-16 هي ثمانية أشهر ولكن إذا كان الطيار لديه بعض الخبرة والمهارات يمكن اختصار هذه المدة من أربعة إلى خمسة أشهر بالفعل خضع طيران أوكرانيين في مارس الماضي في ولاية أريزونا لاختبار من القوات السلاح الجو الأمريكية على مدى 12 يوما لمحاولة تقدير مدى المهارة للطيارين الأوكرانيين وتبين بالفعل أنهم يملكون خبرة قد تسمح للطيارين الأوكرانيين بالحصول أو اختصار فترة التدريب إلى خمسة أشهر طبعا أذكر البنتاجون لم يضع جدول زمني لانتهاء من هذه التدريبات وأيضا لم يضع جدول زمني لمتى يمكن لأوكرانيا الحصول على مقاتلات F-16 وإذا كانت الولايات المتحدة بالفعل ستقدم مخزونها هذه المقاتلات ما هي أبرز تصرحات من نيويورك توني؟ نعم جرير اليوم ناقش مجلس الأمن التقرير 17 للأمين العام المتعلق بالتهديد الذي يشكله تنظيم داعش على الأمن والسلم الدوليين وأيضا الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة والدول الأعضاء لمكافحة هذه التهديدات ومن أبرز المتحدثين في هذه الجلسة كان رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف وأيضا المديرة التنفيذية للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ناتاليا جورمان وأيضا مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا تومس كرينفيلد كان لها أيضا مداخلة في هذه الجلسة أكدت فيها على أن الولايات المتحدة تعتبر مسألة إعادة المقاتلية تنظيم داعش المحتجزين في المخيمات في شمال شرق سوريا أو تعطيها أولوية قصوى وأن هذا الأمر سيساهم في ضمان عدم ظهور داعش مرة جديدة في سوريا وأن الأوضاع في هذه المخيمات تحديدا هي باتت تشكل أزمة إنسانية وحقوقية وأمنية خطيرة جدا وأضافت السفيرة الأمريكية أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز العدالة والمساءلة فيما يتعلق بجميع أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع وحثت الدول الأعضاء على مواصلة دعمهم وزيادة التمويل لوكلات الأمم المتحدة التي المعنية طبعا بتقديم الخدمات الشاملة للناجينة من الأعمال الإرهابية والعنف الجنسي وشددت على مجلس الأمن وعلى المجتمع الدولي على ضرورة التواصل أو مواصلة الاستثمار في اعتماد نهج لمكافحة الإرهاب يقوم على إشراك المجتمع بأكمله وأيضا على احترام القانون الدولي وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومن أبرز النقاط التي توقف عندها رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف كان نتائج التقرير الأخير للأمين العام التي تشير أن خطر عودة ظهور داعش مذال قائما وأن هذا التنظيم حاول التغيير في منهجية عمله وهيكليته جعلها أقل تراتبية وأقل مركزية من حيث اتخاذ القرارات والقيادات وأيضا مذال موجودا خاصة في القارة الإفريقية واعتبر أن جماعات الإرهابية تحاول استغلال حالات عدم الاستقرار التي تشهدها بعض الدول في القارة الإفريقية وخاصة السودان والنيجال لإعادة وتكثيف وزيادة العمال الإرهابية هناك طوني نداف شكرا جزيلا لك مرسل حرة من نيويورك شكرا جزيلا لك مرسل حرة من بيت لابو تيشان برار وشكرا لك مرسلة الحرة من كنتاجون وفاة جبعا